اخي سبحان الله وانت بتتفرج على قصة عيد ولي بيعمله بتبقى محتار بالنوعين من المشاعر الاولاني هو الشفقة على الشعب التونسي الطيب اللي ما يستهلش ابدا اللي بيحصله والتاني هو انك تقاوم فكرة ان اللي قدامك ده هو السيسي مش قايس لان اللي التنين زي ما يكونوا بيقعدوا على قهوة واحدة كل يوم بالليل وبيكتبوا كتالوج واحد وبيشتغلوا منه تاني يوم الصباح مع فرق واحد بس وهو ان قيس ما عملش المدابح اللي عملها السيسي وزاي السيسي ما هو عمل في مصر قصة عيد بقاله فترة واخد تونس في سكة اللي يروح ما يرجعش والاوضاع هناك كل ساعة اسوأ من اللي قبلها وفيه شبه اجماع ان تونس على ابواب كارثة سياسية وشعبية ازاي؟ تعالوا شوف تسعب شاي تسعب شاي للأسف بحكم المصائب والازمات اللي نازلة ترف على دماغ كل الدول العربية وبعدها حرب اوكرانيا وروسيا فيه ملفات كتير مهمة الناس مشغولة عنها من اهمها ملف تونس واللي بيحصل فيها ليه ملف تونس بالاهمية دي؟ اولا لان تونس بلد عربية مهم دي بديهية يعني وسانيا لان الربيع العربي ادانا درس مهم جدا وهو ان اي حاجة بتحصل في بلد عربي هي بالضرورة بتأثر في كل البلاد التانية وسالسا لان الخطط او التوجهات او حتى لو تحب تسميها المؤامرات اللي بتحصل في العالم العربي ما بقتش شغالة قطاعي بمعنى انها بتلعب في كل بلد على حدر لا دي شغالة بالجملة وبتاخد الدول العربية هيلا بيلا كده باعة واحدة بدليل انك هتلاقي كل الاطراف او القوة الاقليمية اللي بتدعم السورات المضادة والانقلابات اللي حصلت ضد الربيع العربي في كل الدول العربية واحدة اسرائيل الامارات السعودية طبعا في تونس فيه قوة تانية مهمة جدا وهي فرنسا زي ما حضرتك عارف فيه سبب رابع كمان يخصنا احنا كمصريين يخلينا لازم يعني نحرص على متابعة اللي بيحصل في تونس وهو ان قيس زي ما قلنا مش شوية شغال بنفس الكاتالوج اللي اشتغل منه السيسي من اول فكرة ان الامارات هي الراعي الاكبر لانقلاب قيس زي ما كانت راعي انقلاب السيسي ومرورا بفكرة الشيطانة اللي حصلت في تونس للثورة والفترة اللي جيت بعدها لدرجة ان فيه بعض مؤيدين انقلاب قيس سموا الفترة دي العشرية السوداء تشبيها لها بالعشر سنين اللي حصلت فيها حرب اهلية في الجزائر وبرضو مرورا بالفشل الاقتصادي الرهيب اللي تونس عيش فيه زي مصر بالضبط ما بتعيش فشل اقتصادي نتيجة انقلاب وحكم السيسي وحاجات تانية كتير وصولا للحلول او الافكار اللي بيعملها قصة عاية عشان يقفز بيها على الفشل السياسي والاقتصادي او يهرب عن طريقها من اللي اعترف في الفشل وهي نفس الحلول والافكار اللي بيعملها السيسي واوضح مثال على ده ان الاتنين في شهر واحد دعوا لحوار وطني والاتنين عندهم جوه بلادهم نفس الانقسام بين القوة الوطنية والسياسية على المشاركة في الحوار نتيجة كل اللي فدأ خلينا نبص على المشهد في تونس عشان نشوف الدنيا هناك وصلت لفين وممكن تروح على فين طبعا مش محتاجة أقولك ان بعد الثورة التونسية اللي افتتح ترابية العربي حصلت حالة ديمقراطية غير مسبوقة حكمت فيها المعارضة اللي كانت مسحولة ومنفية من سنين طويلة سواء اليسار بمعناها الواسع واللي جي منه الرئيس الأسبق المنصف المرزوئي او الاخوان اللي شكلوا حكومات وكان زعيمهم الغنوشي رئيس البرلمان خلال الفترة اللي بعد الثورة الدولة التونسية العميقة وقوة الثورة المضادة راجعت شوية شوية وكانت الحقيقة زكية جدا لانها لبس التوب الثورة والتغيير واستخدمت نفس الشعارات وزقت مرشح رئاسي هو قص عيد اللي كتير جوه وبرة تونس استبشروا فيه خير بعدها كلامه ضد التطبيع خلال حملته الانتخابية وكلامه عن العدالة وحوق الناس وحاجات تانية طول الفترة اللي قابل حكم قيس وفي الشهور الاولى من حكمه كانت الامارات بتلعب في تونس وكانت عاملة خلية امنية كبيرة من جهاز امن الدولة بتاعها للتحضير الانقلاب ضد التجربة الديمقراطية وجندت نواب في البرلمان واشترت سياسيين ورؤساء احزاب وكانت القصة كلها مسألة وقت لغاية مقيس يزبط اموره ويبقى جاهز وظهرت في الفترة دي اسماء من اشهارها عابير موسي عضوة البرلمان واللي هي من اهم رجالة الامارات واللي كانت مهمتها الشرشحة للاخوان والغنوش على الفضية والمليان اقولوا لك هذه جلسة مساءلة وهذه جلسة ستسمعوا فيها حقيقتك المرة وسيسمعوا فيها الشعب التونسي الاكاديب اللي انتم تقولوا فيها اول حاجة مش نبدأ اللخص ماذا فعلتم في هذه المدة اللي شديدتوا فيها البرلمان مانيش مش نحكي على اخوانة الادارة اللي حطيتوها مش مش نحكي على سوق التسيير داخل المجلس مش مش نحكي على الجهل التام بالقوانين وتجاوز القوانين مش مش نحكي على تجاوز النظام الداخلي مش نحكي في السياسة الخارجية خروقاتكم وتجاوزاتكم ابديتوها في جانفي وقت اللي يمشيتوا الاردجان خلسة بعد اسقاط حكومة الجملي ومشيتوا قعدتوا ومن غير البروتوكولات واحترام الدولة التونسية وزي ما حصل في مصر قبل انقلاب 2013 اغلب القوى السياسية المدنية التونسية والنقابات العملية بما فيها اعلى تنظيم نقابي لواء الاتحاد التونسي العام للشغل كان كل اللي هموهم هو التخلص من الاسلاميين وتوجودهم في السلطة اكتر حتى من استقرار البلد وبرضو زي ما حصل في مصر القوى المدنية التونسية ما تعرفش كانت شربة ايه بيخليها مقتنع ان الانقلاب على الديمقراطية هيخلي البلد تصب في حجرها وما تفهمش ازاي راحت من بالهم خبرة التاريخ اللي بتقول ان في كل الدول العربية في دول عميقة مرتبطة بدول خارجية فرنسا في حال التونس وان الدول العميقة واللي وراها بيعتبروا نفسهم ان هم صحاب البلد المهم جنب الدور الاماراتي في التحضير الانقلاب فيس كان فيه دور اهم واخطر هو الدور الفرنسي لان زي ما قلنا فرنسا بتعتبر نفسها صاحب التونس وانها منطقة نفوذ ليها بحكم التاريخ الاستعماري فرنسا عملت شغل كتير في تونس تحضيرا للانقلاب اللي ما كانش ينفع يكون انقلاب عسكري غاشم ودموي زي الانقلابات الافريقية التقليدية اللي فرنسا بترعاها برضه لان المحدش من القوى الدولية مستعد يستحمل الطراب ومدابح في تونس وهم لسه بتطردهم ازم الدعم انقلاب السيسي ومدابحهم وكمان ليبيا اللي جنب تونس اللي مولاعة والدنيا فيها على كافة عفري عشان كده الانقلاب كان لازم يكون سياسي وناعم وفي طريق تحضير الانقلاب طول كم سنة اللي فاته فرنسا اشتغلت على تلميع كل القوى اللي متغزم الاسلاميين والقوى دي طبعا كانت مدفوعة بغضب رهيم لانها فشلت في كل الاستحقاقات والانتخابات انها تهزم الاسلاميين والمتحلفين معهم في صندوق الانتخابات عشان كده لقنا ان فيه اربع منظمات نقابية تونسية اخدت جايزة نوبل للسلام في 2015 بدعم فرنسي المنظمات دي هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والربطة التونسية لحوق الانسان بحجة دورها في الحوار الوطني بعد الثورة ووضع تونس على طريق ديمقراطية ويمكن التكريم الدولي ده هو اللي خلى المنظمات دي يعني تتخيل انها بعد الانقلاب على الاسلاميين هتركب البلد المهم فرنسا زيها زي اي دولة استعمارية مش من مصلحتها ابدا ان يحصل في تونس ديمقراطية حقيقة لان تمثيل الشعب لنفسه هيجيب ناس مع مصلحة الشعب والشعب هيحسبها ناس مش شغلين لحساب طرف خارجي عشان كده فرنسا كانت عمل اتخرب واتنخور في المجتمع التونسي والحياة السياسية التونسية والسفير الفرنسي كان شغال اجتماعات مع القوى السياسية التونسية المدنية وبيدخل بيوتهم كانوا في بيتهم ده غير جيش من الاعلاميين والفضائيات مهمته انه يهاجم الغنوشي والاخوان وكل اللي يقرب منهم او يتحالف معهم وبيوصف اللي بنتخبوهم بانهم حيوانات فرنسا والامارات نصبوا الفخ والقوى السياسية المدنية التونسية دخلته بمزاجها من غير محد يشربها لحاجة صفر واللحظة بقت مناسبة لقصة عيد عشان ينقض على الديموقراطية وفعلا زي ما حضرتك عارف يوم 25 يوليو 2021 قيس اعلن اجراءات انقلابية منها تجميل البرلمان ورفع الحصان عن النواب واقالة الحكومة وفرض حالة الاستثناء ليه حالة الطوارئ؟ واحاجات تانية وكان ناس انه يطلع زي احمد الساقة ويقول من النهاردة مفيش دولة آني الدولة وبرضو للمرة الالف حصل زي ما حصل في مصر مع انقلاب 2013 النقابات والمؤسسات التونسية اللي كانت بتشارك في تسخين الاجواء ضد الاخوان والنهضة والغنوشي رحبوا بالانقلاب واعتبروه تصحيح لمسار الثورة واللي منهم لاتحاد التونسي العام للشغل والاحزاب التونسية المدنية الصغيرة واللي عددها مش قليل يعني واللي هي ملعب فرنسي واللي فشلت في مواجهة الاسلاميين في الانتخابات من ساعة الثورة الاحزاب دي ايدت الانقلاب وتمكن قيس وهنا رح شايل الوش الكيوت السوري الاكاديم الطيب وظهرت حقيقته كمستبد مش شايف غير نفسه ومش مهتم غير بحكمه كفرد ولزوم المنظر وعشان يحبق دور المستبد المستنير اللي جاي يعمل اصلاحات رح معين وحدة رئيسة وزراء عشان تبقى أول وحدة ستة تمسك المنصب ده في العالم العربي قال يعني في حكومة وفي آخر 2021 رح عامل الحركة الكبيرة ولغى الدستور اللي اتعمل بعد الثورة في 2014 واعلن خارط الطريق فيها يعني كذا مرحلة تنتهي بانتخابات برلمانية في ديسمبر 2022 قصة عايد بعد الانقلاب بقى حاكم مطلق فرد ماشي يا عم وماله ما كل الدور العربية كر يلا بقى اشتغل وحقق وعودك للناسب الرفاهية والعادلة ودولة القانون والديمقراطية هنا بقى قصة عايد عمل نفسه من بانها ونسي كل حاجة واشتغل في مصارين متوازين بكل نشاط اسم الله عليه الحقيقة يعني الاولاني سياسات دخلية خصوصا في الجانب الاقتصادي وللأمانة السياسات دي فعلا خلي تونس نموذج في الفشل الاقتصادي لدرجة ان تقارير دولية كتير شايفة ان تونس بتعيش دلوقتي نفس الظروف اللي كانت فيها قبل الثورة وان اللي تونس دلوقتي فيه هدوء ما قبل العصفة والعصفة المتوقعة دي هي انفجار شعبي جديد وزي اي نظام مستبد فشل اقتصاديا بيكون الحل ايه انت عارف ونجربين في مصر الديون الاقتراض تونس برضو بعد انقلاب قيس ما لقيتش قدامها غير الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالفعل الحكومة التونسية عملت اجتماعات في ابريل اللي فات يعني من شهرين مع صندوق النقد عشان تاخد قرض كبير بس المشكلة ان المؤسسات الدولية ما عنداش السقة الكافية في الوضع التونسي عشان تسالف الحكومة وده بسبب الوضع السياسي واحتمالات الانفجار الشعبي من الاجراءات اللي عملها قيس برضو عشان يحاول ينقذ الوضع الاقتصادي في تونس من الانفجار انه اعلن التصالح معه رجال الاعمال الفسدين بمن فيهم المدانين في قضايا فساد في مقابل انهم يعملوا استثمارات كبيرة للدولة القرار ده عمل غضب كبير وسط الشرع التونسي طبعا ونسف الصورة اللي كان قيس بيروجها عن نفسه من قبل الانتخابات انه عدو الفساد الاول ومحارب الفسدين المصاري التاني اللي ماشي فيه قيس ولبسه في حيطة مع القوى السياسية اللي ايدت انقلابه وخلت القوى دي تقتنع انها كررت بمنتهى الغباء غلطة القوى السياسية المصرية بتأييدها لانقلاب 2013 هو القرارات السياسية اللي اخدها وكلها قرارات بتصادر السياسة اصلا وبتخنق على كل الاحزاب والنقابات وحتى القضاء قرارات قيس كتيرة بس من بين القرارات الكتيرة دي فيه قرارين هما اللي عملوا الدوشة الاكبر وتدعياتهم لسه مستمرة لغاية دلوقتي وقت تستمر كمان بل ان القرارين دول مخليين تقارير كتير بتتوقع صدام سياسي كبير بين قيس وبين كل القوى السياسية في تونس القرار الاول هو حل المجلس الاعلى للقضاء وما اكتفاش بحله بل اتهم قضاة المجلس بانهما حرمية وعملوا ثروات من الفساد وقالك المجلس ده خلاص بقى من الماضي وانا هاعمل مجلس جديد حل المجلس الاعلى للقضاء هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناءا على الولايات وسنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الاعلى للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة طبعا القضاء زعلوا ما قبلوش القرار ورئيس المجلس قالوا قرارك ده على نفسك والمجلس بتاعنا ده مش من الماضي ده من الحاضر والمستقبل وانت كده بتلعب في عداد عمرك لمؤاخذة والقضاء مش هيسكت وبالمناسبة دي ما كانتش اول مرة قيس يلعب في ملف القضاء بالشكل الفجد لانه في يونيو 2021 قبل شهر من الانقلاب اقال 57 قاضي واتهمهم بانهم بيحموا الارهابيين وبيمنعوا عملية تطهير القضاء القضاء دول اللي اقالهم قيس سعيد كل زنبهم النم تمسكوا بتطبيق القانون ورفضوا انه يستخدمهم في معاركه السياسية ضد خصومه والقوى اللي عاوز يصفيها وعلى رأسها حركة النهضة نتيجة قرارات قيس اللي اصدرها ضد القضاء قضاء تونس اعلنوا عن اضراب عام لسه مستمر للغاية دلوقتي ونسبة المشاركة فيه كبيرة تكتص اللي 100% القرار التاني اللي اشعل الحياة السياسية التونسية ضد قيس بالتوازي مع معركته ضد القضاء هو الدعوة لحوار وطني في مايو اللي فات استسنى منه كتير من الاحزاب السياسية وفي الوقت نفسه قيس زعل من القوى السياسية اللي اعلنت انها هتقاطع الحوار اللي هو تقريبا نفس الجو اللي حصل في مصر بسبب الحوار الوطني اللي السيسي داع عليه في رمضان بالتزامن مع موضوع الحوار ده قيس عمل لجنة اختار أعضاءها بعناية عشان تحط دستور جديد لتونس ودعى التونسيين للاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو الجاي فأول عيد ميلاد للانقلاب والدستور برضو بيتعامل تحت شعار جمهورية جديدة مش بقولك اللي بيحصل عندهم النسخة مالي بيحصل عندنا ده حتى العناوين واخدينها من بعض مهم الاتحاد التونسي للشغل والقوى السياسية الكبيرة خلاص بقى عندهم يقين ان هم من سكة وقس من سكة تانية خلاص سكته عكس لسكته هم عاوزين حياة سياسية بدون اسلامية وهو عاوز حياة سياسية بدون حد أصلا وبدون سياسة أساسا عشان كده اتحد الشغل وعدد من القوى السياسية داعوا لإضراب عام يبدأ يوم 16 يونيو نتيجة كل الكلام اللي فد قس عاية دلوقتي بيواجه جابهتين كبار كل واحدة فيهم بتضربوا من ناحية والضرب بدأ يدخل في التقيل الإضرابات العامة يعني وانت هنا بتتكلم عن بلد منهار اقتصاديا وعندها عجز في الميزان التجاري أكتر من 3 مليار دولار الجابهتين دول هم القضاء اللي زعلنين من إقالة 57 واحد منهم ومتأكدين أن كل واحد منهم ممكن ييجي عليه دور ويتشاله وكمان والقوى السياسية وفي القلب منها الاتحاد العام للشغل اللي زعلنين من السياسات الاقتصادية القيس وإلغاء الدستور والحوار الوطني لأي كلام والاستفتاء على الدستور الجديد طب ما الجو حلوه هو الكلام ده كله شكله كويس ويوحي أن في حالة يقضى أو صحيان ضميرة عند القوى السياسية والمؤسسات التونسية الكبيرة وتغيير في موقفها من الانقلاب لحقيقة يؤسفني أن بوازلك فرحتك وأقولك الصورة مش كلا بالزبط ليه؟ أولا لأن حتى الآن الصورة العامة في تونس بتقول أن الاختلاف الكبير مع قيس هو اختلاف على سياسات وإجراءات مش على مبدأ الانقلاب حتى الإضرابات يعني القضاء مضربين اعتراضاً على إقالة زميلهم السبعة وخمسين وعلى حل المجلس الأعلى للقضاء والإضراب اللي دعا لي لاتحاد العام للشغل هو ضد استفتاء الدستور الجديد وضد الحوار الوطني وضد إخلال قيس باتفاقاته معه لكن حتى الآن ما تقدرش تقول أن فيه إجماع تونسي من القوى المدنية أو المؤسسات الكبيرة على التحرك العملي لإسقاط الانقلاب اللي هو أصل كل الشرور وسبب كل السياسات اللي هم زعلانين منها ودي أزمة كبيرة أزمة في الوعي السياسي عند القوى دي وأزمة في تحركاتها على الأرض وأزمة في ضمير القوى دي لأن المسكلة أن كل واحد فيهم بيدور على مصلحته هو بس محدش بيدور على مصلحت البدد هم مختلفين دلوقتي على تأسيمة الطرطة ده غير النقيس ممكن يجهد كل التحركات دي بورقة بسيطة جداً هو مجاهزة وهي تحريك أضايا فساد عنده مستنداتها ضد القيادات في التحاد الشغل والقيادات في القوى السياسية ما هو محدش فيهم سالين كله ملطوط وبعدين هو يا جماعة ليه محدش عاوز يتعلم من اللي حصل وبيحصل في مصر ليه محدش عاوز يفهم أن الأزمة في الانقلاب نفسه مش في سياساته حاجة غريبة فعلا طبعاً ده غير نقطة تانية مهمة وهي أن فرنسا بحكم سيطرتها من زمان على مفاصل الحياة السياسية التنسية على خطها ممتازة بالطرفين المتصرعين قيس والمعارضة عشان كده طول ما الخلاف حوالين مجرد إجراءات مش حوالين أصل ومبدأ الانقلاب الكورة هتصب في حجر فرنسا وهي اللي هتقرر وفي الحالة دي فرنسا طبعاً هتحرص على أن الكل يطلع من المعركة ضعيف ومحتاج التاني عشان الساحة ما تفضاش لرجوع الإسلاميين والقوى اللي معاه خصوصاً وأن حركة النهضة بالفعل عاملة تجمع أو كتلة اسمها جابهة الخلاص هدفها إسقاط الانقلاب بتضم النهضة وبعض الأحزاب الصغيرة المتحلفة معها فرنسا وارد جداً أنها تطير قيس لما تلاقي أنه غاشين بزيادة وخلاص بقى كارت محروق وتجيب حد تاني بقى يكمل المسيرة بس بسرعة أعقل وأهدف ووارد برضو أنها تعمل حل يدي شوية مكاسب للقوى السياسية ويستمر قيس عايد كرئيس بصلاحيات أقل أو بدون صلاحيات وده معناها إنك يا بو زيد مجازيت وكل ده نتيجة أن القوى السياسية التونسية المعارضة لقيس بيحركها غضب عشان نصيبها في الطرطة مش غضب بسبب المبدأ ولا حرص على مصلحة البلد وفي حالة إن فرنسا هي اللي هتحسم الوضع في تونس وده اللي بيقوله المشهد لغاية دلوقتي للأسف هيفضل إخواننا التوانسة يلف ويدوروا في حلقة مفرغة ومفيش حاجة هتتصلح وكلها شوية وييجي قصة عيد تاني أو صد شخص تاني يعمل زيه ويكمل مهمته للأسف الشديد القوى السياسية المدنية في العالم العربي عاملة زي الطفل اللي ما بيعرفش يتحكم في غضب ولما بيغضب بيكسر كل حاجة وبيأذي حتى نفسه وده لأن القوى دي بتفشل في إنها تلم الشارع حواليها فبتخسر أصاد الإسلاميين قم لما تخسر أصادهم في الصندوق بتتحالف مع أي شطان بس يزحل إسلاميين من أصادها وإحنا كلنا كشعوب عربية بندفع تاني من العناد ده بس هي دي الحياة للأسف يا ريتها ما يكونش فيها لعسكر ولا إخواني ولا غير إخواني والشعوب تدير نفسها بنفسها بقى ونخلص من اللوش ده كله ونشوقوا على خير إن شاء الله